هدوء حذر في السودان وتحذيرات من دمار شامل مقتل مراهق سينيجالي على يد شرطة فرنسا يثير غضبا عارمة دخان حرائق كندا يصل إلى إسبانيا الأسوأ على الإطلاق وإيلون ماسك مصاب بالاكتئاب ويتناول هذا الدواء هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير يشهد السودان هدوءا حذرا في أول أيام عيد الأضحى بعدما أعلن الجيش والدعم السريع عن وقف إطلاق النار في أول أيام العيد يأتي ذلك فيما حذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان من أن استمرار الوضع الراهن سيتسبب بشكل مؤكد في دمار شامل للسودان ودول الجوار وأضافت الحركة في بيان لها أن قائد الحركة مالك عقار يعمل من موقعه في مجلس السيادة على توحيد المبادرات الداخلية والخارجية بدعم من ميسري التفاوض الإقليميين والدوليين لإيجاد مخرج آمن يحقق السلامة ويجنب البلاد الانهيار أعرب رئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن تضامن الأمة الفرنسية مع عائلة الشاب السينغالي نائل وقال ماكرون أن لا شيء يمكن أن يبرر مقتلاء هذا المراهق ومن جانبها طالبت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث ثابورن بالحقيقة المطلقة لتهدئة حالة الاحتقان في البلاد وكان عمل توصيل يبلغ من العمر 17 عاما قد لقي حتفه برصاص الشرطة قرب العاصمة باريس إثر رفضه الوقوف في نقطة تفتيش للشرطة مما أثار موجة غضب عارمة في مناطق عدة بفرنسا قالت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الغلاف الجوي في الاتحاد الأوروبي إن حرائق الغابات التي اشتعلت في كندا قد أدت إلى تكون الضباب في سماء إسبانيا هذا الأسبوع وقالت الهيئة الأوروبية إن حرائق الغابات الكندية قد تسببت في إطلاق 160 مليون طن من الكربون وهو ما يعتبر أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق كشف تقرير أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مصاب بالاكتئاب ويتناول علاجا مضادا للحالة وأفاد التقرير بأن الملياردير الأمريكي يتناول جرعات صغيرة من الكتامين لعلاج الاكتئاب ويتناول أحيانا جرعات كاملة من عقار شهير معروف باسم سبيشال كي عندما يحضر الحفلات وقد قالت صحيفة ورسيت جورنال إن ماسك قد أخبر أشخاصا أنه يتناول جرعات صغيرة من الكتامين للاكتئاب كما أنه يأخذ جرعات كاملة من سبيشال كي وذلك في الحفلات وفقا لأشخاص شهدوا تعاطيه للمخدرات وآخرين لديهم معرفة مباشرة به يبدأ الحجاج بطواف الإفاضة في المسجد الحرام هذا اليوم وذلك بعد أن وصلت أولى وفود حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منه لرمي جمرة العقبة الأولى في أولى أو أول أيام عيد الأضحى وقد بلغ إجمالي الحجاج لموسم 2023 أكثر من مليون وثمانمائة وخمسة واربعين ألف حاج وحاجة فيما تجاوز عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة مائتين واثنين وأربعين ألف شخص